اشكركم على حضوركم اليوم اولا اود ان اشكر السيد الرئيس تبون وكل من استقبلنا بالجزائر على كرم الضيافة وتخصيص وقت للقائي اليوم ان الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع انحاء افريقيا جنوب الصحراء تحديدا منطقة الساحل لقد ادت الجزائر دورا رياديا في مكافحة الارهاب في الماضي والحاضر في جميع انحاء هذه المنطقة لقد اعربت خلال محادثاتي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن تقديرنا الكبير لمنحنا فرصة الزيارة واجراء محادثات معه فالجزائر تلعب دورا محوريا في تحقيق الامن والاستقرار والازدهار في المنطقة كما اشكر الرئيس تبون على الدعم الذي قدمته لنا الجزائر وعلى مشاركتها في مناورتنا الاقليمية وفي الاخير تحدثنا عن اهمية مواصلة المحادثات وبناء صداقتنا وسبل العمل معا من اجل تحقيق المزيد من الامن وتعزيز العلاقات الثنائية اكثر قوة شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم